لنرفع صلاة من قلب لكي يعطي الرب الكلمة عند افتتاح الفم كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة الحد الأخير في السنة الإبطية 1731 قراءات هذا اليوم كلها بدأ من العشية تتركز على خراب أوروشاليم والمجيء الثاني خراب أوروشاليم والمجيء الثاني في الكاسر يقول فيه أين هو موعد مجيءه في بعض الناس يبدأوا يقولوا ما من ساعة ما الأباء رقدوا والحالة زي ما هي وبتقولوا ربنا جاي ربنا جاي ويبين عليكم مش عارفين ربنا جاي ولا مش هيجي فأين هو موعد مجيءه لأنه من حين رقد أباءنا في هذه جميعها هكذا بقية منذ بدء الخليقة كل حاجة قاعدة زي ما هي وده اللي بيخلينا إحنا نبص ونشوف العالم لسه قاعد زي ما هو ونتكاسل ونفضل قاعدين في مكاننا نهاية الظهر ونهاية العالم بالنسبة لكل واحد مننا مش هو المجيء الثاني للمسيح وأن العالم كل يخلص لا إمتى أنا حسيب هذا العالم إمتى هأخرج من هذا الجسد ده النهاية بالنسبة لي ما يفدنيش بعد كده هيحصل إيه ولا إلا هيحصل النهاية بتاعتي هتحدد يوم ما حسيب هذا الجسد أرشاليم بترمز لكل نفس بشرية مننا كل نفس هي أرشاليم فإذا خاربت أرشاليم نفسنا ماذا نستفيد ماذا يربح الإنسان أن نكسب العالم كله وخسر حاجة واحدة نفسه هنستفيد بيها إيه علامات نهاية هذا الظهر السيد المسيح النهاردة أتكلم على 13 علامة مسحاء كذبة حروب وأخبار حروب زلازل مجعات أو بيئة اضطهاد أولاد الله يقرد ببشارة الملكوت في كل المسكونة ركسة الخراب قائمة في الموضع المقدس آيات من مسحاء كذبة تظلم الشمس والقمر لو يعتدوقه قوات السماوات تتزعزع لكسرة الإثم تبرد محبة الكاثرين أو كسرة إثم شجرة التين في الكاسر يكون بيقولوا طالبين ومنتظرين سرعة مجيئوا كتير جداً إحنا ما بنتطلبش ده كل واحد مننا أحياناً كتيراً بيفكر أنه هو يفضل قاعتنا في الأرض ولما يجي حد يتكلم عن الموت تقوله إيه نقول الشر بره وبعيد مع أن الموت هو انتقال حياة انتقال من حالة إلى حالة من حالة ضعف إلى حالة مجد نتكلم عن بعض العلامات أو نتكلم عن العلامات بسرعة كده عشان نفتكر مع بعض ونفكر بعض بمجيء السيد المسيح مسحاء كذبة ما أكثر الذين ادعوا أنهم هم المسيح ما أكثر أن ناس كتيرة بتقول أن أنا هو المسيح لكن معلمنا بوليس الرسول في البوليس بيقوله ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك المعاند والمتكبر لسه فيه ضد المسيح لسه جاي مش هو ده اللي قدامنا ده بكل دول مبتدأ الأوجاع هنسمع عن حروب وأخبار حروب ما فيش مرة تفتح التلفزيون وتسمع الأخبار ولا تلاقي لستة حروب وإضطرابات يعني ما فيش ما بيقولوش مرة نبأ مفرح يعني كل اللي يسمع الأخبار ممكن يصب إكتئاب نفسي من كتر الحروب والأتل الحروب بتحصل في العالم كله بسبب الكبرياء إن الواحد عايز مركز عايز حاجة بيبتدي مصالح الناس كلها بتتعلق بالحروب وأخبار الحروب الزلازل في الخمسين سنة الأخيرة والإحصايات بتقول إن عدد الزلازل في الخمسين سنة الأخيرة دي أكتر من اللي حصل في القرون اللي فاتت دي كلها كميات زلازل كتيرة بتحصل ودي علامات لينا خد ناخد بالنا إن إحنا نبص وناخد بالنا من هذه العلامات مجعات إذا إحنا سمعنا هذه العزات وفي دنا نسمع وما نعملش بيها سنفضل في جوع اللي بتكلم بيقول كلام جميل جدا ولكن أنا بعمل بإيه بهذا الكلام بأخذ هذا الكلام يدخل من الودن ويطلع من الودن الثانية ولا أخذ هذا الكلام وأعيش به فإذا ما سمعتش ونفست هذا الكلام حفظ الفجوع إذا كنت بشغل العزات وشغل الفضائيات بس عشان يبقى في البيت صوت ووش زمان كان الناس بتشغل الراديو عشان يبقى فيها جنبها صوت بشغل أنا بهذه الصورة بس بطريقة روحانية ولا ألتفت لكلام ربنا الكلام ده على فكرة حيدني لأن الكلام يتقل قدامي ويتقل لي وأنا لا أسمعه هفظ الفجوع أو بقى أمراض كثيرة وشيء كثير يحدث في العالم بسبب خطايا الإنسان أولا المرض دخل في العالم بسبب خطاياة أدم وحوّ قبل كده لم يكن هناك مرض نسمع عن الأمراض الخطيرة والشيء الصعب التي تصيب الناس بسبب الخطيئة ومن أكبر مثل لها كلنا سمعناها في امتداء القرن اللي فات اللي هو اللي هو كان مرض خطير ورغت النهاردة مالهوش علاج هذا بسبب خطيئة الإنسان اضطهاد أولاد الله لأن الشيطان شايف أن أولاد ربنا حيفلته من إيده فبيبتدي يثير عليهم الاضطهاد المسيح قال لنا لما تكونوا مبغضين من الجميع من أجل اسمي طوبة لكم إذا قالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين المهم يكون بالكذب ما يكونش بالحقيقة اضطهاد حتى هنا في أمريكا على فكرة يعني إحنا نجينا هنا أمريكا وقالنا دي بلد الحرية ودي بلد مش عارفين ولكن في اضطهاد للمسيحية في أمريكا شديد جدا صحيح أنه ليس إضطهاد كما يحدث في البلاد الثانية ولكن بصورة مختلفة إضطهاد معناه وإضطهاد في القوانين يعني القوانين التي تلعت الزواج المثليين النهاردة والشواز الجنسيا القوانين التي تلعت التي يرفض تنفيذها ممكن يتحط في السجن ويتبقى ويطرب من مكانه إضطهاد لولاد ربنا إضطهاد للمتمسكين بكلمة الله يقول لك اوعد تتكلم عن ربنا اوعد تتكلم عن المسيح ولكن أي ديانة أخرى تستطيع تتكلم لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد لا يريد حد مننا يوصل للملكوت لا يريد حد الثاني يسمع الكلمة ويتوب يقرس ببشارة الملكوت في المسكونة كلها وده حصلت في أيامنا وشفناها النهاردة نرى كنا العالم كله يسمع كلمة ربنا بكل اللغات وترجم الإنجيل تقريبا لكل لغات العالم وانتشر الكتاب ونقدس في العالم كله فهو علامة خطيرة أن المجيء قرب والمجيء لا أقصد بس المجيء بتاع المسيح ونهاية العالم ولكن نهاية حياتنا تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه المسيح هو شمس البر نوره دائم إلى الأبد ولكن الشمس تشرق في حياتنا كلنا بتشرق بعد الظلام بعد ما نتعمد كنا في الظلمة ونبتدي نوصل للنور يشرق فينا المسيح إلى النهار الكامل طيب بعد كده أنا بعمل إيه هل بأفضل ماشي في سكة ربنا ولا يبتدي يدخل حاجات تانية في حياتي تبتدي تدخل فيها الخطيئة لما تبتدي أباط ما تبتديش يومي بالصلاة يظلم السيد المسيح في حياتي لا أعكس نوره لما تهاول مع الخطيئة لما أترك محباتي الأولى لما أترك حياة التطقيق لما أترك التوبة كل ده يخلي نور المسيح لا يظهر في أبقنا قدسين زمان كنا نسمع عنهم يقولك لما حد بيشوفهم حياته بتتغير النهاردة الناس كلها شايفانة بيحصل إيه فيهم أصبح لي آلهة أخرى كثيرة غير السيد المسيح تغيرت أولويات حياتي لم يصبح المسيح هو الأول يظلم المسيح في والقمر لا يعطي دوقه القمر هي كل نفس بشرية مكتوب في سفر النشيد يقوله من هي المشرفة بسط الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية هي النفس البشرية طاهرة كالشمس جميلة كالقمر بسبب نور المسيح اللي فينا ولكن لما لا يظهر نور المسيح فينا لا نعكس نوره للعالم فيزلم القمر كل واحد مننا ممكن يبقى ظلم بسبب بعده عن المسيح كده قال لك إذا بردت المحبة والقمر لا يعطي دوقه ركسة الخراب قائمة في الموضع المقدس الموضع المقدس هو كل واحد مننا كل واحد مننا تقدس بالميرون وتخصص لربنا وفي سفر أشياء يليد تقدس يا حامل أنية الرب كل واحد مننا هو إناء مختار ربنا قال عن بولس هذا إناء مختار لي وقال عن كل واحد مننا هذا هو إناء مختار لي هذا الإناء المختار ي產 Vivian لم يأكل لما متكبر لما أسيب ذاتي تظهر ولا يظهر سيد المسيح لما أخذ المجد المسيح يبتدي دي كل دي ركسة خراب داخل نفسي لما أبتدي أعيش جو الخطيئة لما أبتدي أسيب الخطيئة تنخور في حياتي وما أقدمش أي توبة هذه ركسة الخراب مش ركسة الخراب بس اللي هي العالم الروماني اللي ترفع على الهيكل زمان وما نزلوها يتهدم الهيكل وحرق تيتوس الهيكل لا ركسة الخراب هي علامة العالم في داخلي في قلبي في حياتي هي دي اللي بتخلي ينهدم الهيكل بتاعي طول ما أنا بابعد عن السيد المسيح هي دي ركسة الخراب في سفر الأمثال بيوليه عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم فإذا هو قد عليه كله القريس وغطى العوسك وجهه وجدار حجاراته انهدم القريس دا هو الويد اللي كنا بنشيله من الأرض كلنا في اللون بتاعنا العوسك الشوك الشوك اللي ظهر بالخطيئة دا بيظهر الخطيئة بتدينا شوك ووكه حجاراته انهدم انهي اصبح البيت خراب قوات السماوات تتزعزع النجوم بتسقط النجوم هي كل واحد مننا لأنه نجما يمتاز عن نجم في المجد كل واحد ربنا اداله مجد واداله حياة مقدسة وإذا سقطت من الحياة المقدسة يبقى تقوات السماوات الزعب يقولي معلمنا بوليس في الكاسي لكم معلمنا بوترس بيوليه أما أنتم يا أخوات فإذا قد سبقتم فعرفتم سبقتم فعرفتم احترزوا من أن تضلوا بضلاء الجهال فتسقطوا من ثباتكم إذا ضلينا سنسقط من ثباتنا لكن سنسقط بنفسنا فتسقطوا من ثباتكم بنفسكم يعني أنا اللي سبب السقوط لنفسي كثير جدا نحب نقول خطيئة جاية مبارا لا ده الخطيئة حام تبقى من جواي أنا اللي عايز أروح وراء الخطيئة أنا اللي بجري وراء الخطيئة مش بس الخطيئة جاية مبارا لا ده أنا بأجري وراها آيات من مسحاء كذبة معلمنا بوليس الرسول بيقول الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوات وبآيات وعجائب كذبة وبكل خطيئة الاسم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا محبة الحق إذا ما قبلنا هاش مش هنقدر نخلص ولكسرة الاسم تبرد محبة الكافرين وشفنا شجرة التين مع كل هذه العلامات وكل هذه الضربات وكل الحاجات التي تحصل في العالم حوالينا هل لنا خلاص؟ هل لنا رجاء في حياة أبدية؟ وكيف نتمم خلاصنا بخوف ورعدة؟ الملكين لما خدوا لوتو طلعوا بيه برسا دم عمور قالوا له حاجة اهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك لا تقف في كل الدائرة اهرب إلى الجبل لألا تهلك في الإنجلي النهاردة السيد المسيح يقول لنا إيه؟ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال اللي في اليهودية اللي دخل في عمق علاقة مع ربنا يهرب للجبل يطلع لفوق في الصلاة يهرب للسيد المسيح اسم الرب بورجن حصين يرقد إليه لصديقه ويتمنى ندخل في السيد المسيح نذكر المسيح في صلوات سهمية يبقى لنا علاقة نهرب للمسيح المسيح هو الجبل اللي غطى الأرض كلها زي ما قال عنه إذا حجر انقطع بغير يدين في سفر دنيال والحجر ده صار جبلا وغطى الأرض كلها لا ننزل يقول لك الذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته يقول له طلع لربنا فوق الابتدى يعلى في حياة مقدسة مع ربنا ووصل لدرجات عالية لا يبدأ يفكر في الخطوة وينزل لا يبدأ مثل مرات لوت مرات لوت بصت لورا لماذا؟ في يشوع ابن السراخ يقول مثالا لنفس لم تؤمن نفس لم تأمنت بكلمة ربنا لم تأمنت أن ربنا سينقذها من هذا الهلاك فبصت لورا اشتهت الرجوع للخطوة اشتهت أنها تنزل ترجع للممتلكات والمقتنيات للأرض لا نرجع الذي في الحق لا يرجع ليأخذ من بيته الذي دخل في خدمة الله الذي دخل في خدمة ولاده الذي دخل في عشرة مقدسة ودخل بيتعب مع ربنا لا يرجع للعالم تاني حرب شديدة علينا نصرخ لربنا نصرخ لربنا هو اللي سينقذنا كل ما نذكر اسم ربنا كل ما نمسك في الصليب الصليب ده قوة جبارة قوة الله كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله ما قالش حكم ما قالش حكم القوة لأن الصليب بي بناخد قوة الله بناخد بي قوة من ربنا واسم الرب بورجن حسين يرقد إليه الصديق وتتمنى نصلي قال صلوا لألا يكون هربكم في شتاء أو سبت الشتاء رمز للبرودة الروحية الشتاء رمز للكسل والغفلة رمز للإنسان أنه هو متهاوم في حياته والسبت للإنسان الحرفي اللي عايش المسيحية على السطح لم يدخل للعمق لسه عايش زي الفرسيين حيث الرياء والخبس حيث الحرفية في العبادة حيث مش التدقيق التضييق حيث الإنسان عايز يعيش يضيق على نفسه يدينا ربنا أن نحن نهرب ولا نرجع ولا ننزل وأن نصلي نهرب لحياتنا نصعد للجبال لننظر للوراء ننقف في كل الدائرة نهرب إلى الجبل لألا نسقط ونكون دائما في سيرة المقدسة وتقوى حتى نرى مجده لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين ترجمة نانسي قنقر